الحوادث في القطارات او السكة الحديد لا تنتهي ولا تتوقف منذ تولي الوزير الحالي كامل الوزير هذه الوزارة تعريبا ما بيعديش اسبوع او ما بيعديش يومين ثلاثة الا وبنسمع عن حدثة جديدة المحافظات من اسكندرية لحد اسوان وخطوط السكة الحديد اللي بتربط المحافظات تحولت لخطوط الى نقل الموتة وتحولت وزارة النقل من وزارة نقل المواطنين والركاب الى وزارة نقل الموتة وده طبعا الكل شايف ومن العام 2019 منذ تولي كامل الوزير لحد النهاردة والفشل بيزداد كل يوم تقريبا قبل شهرين وفي اسبوع واحد حصلت ثلاث حوادث اشهرهم كان تصادم قطارين في سهاج واللي اصفر عن عشرات الشهداء ومئات الجرح وقتها كامل الوزير رفض انه يستقيل وقال كمان انا مش ههرب من المسئولية وقال وقتها واعترف بنفسه انه عطل النظام الالكتروني للتحكم الالي في الاطراط بامر مباشر لسائقي القطارات عشان الناس ما تتأخرش رغم اعترافه على الهواء مباشرة مع عمر اديب لكن محدش قدر يسأله حتى مجلس النواب بنفسه مقدرش يسأله لما راح كامل الوزير مجلس النواب فضلوا يسقفوله وطلع مصطفى باكر قال له اللي انت عملته انجاز ومعجزة محدش قدر يعمل مهم استمر كامل الوزير في الوزارة بفشله وفساده وكل الارواح اللي البلدنا ضحت بيها خلال الكامل السنة اللي فات قبل يومين عبدالفتاح سيسي اصدر قرار او طالب بتنفيذ اربعتاشر طريق بمنظومة النقل اه الطرق السريعة اه او النقل الزاكي للطرق السريعة عشان يطلع من بعدها اه اه كامل الوزير في مؤتمر امس عشان يكلمنا عن تجربته النجحة في النقل الزاكي كامل الوزير وزير الحوادث وزير القتلى وزير المشاكل والفساد في وزارة النقل طلع امبارح في مؤتمر عشان يكلمنا عن نجاحاته وعن انجازاته في وزارة النقل لا سياما في النقل الزاكي النقل الزاكي اللي هو امر او اه اه التحكم الالكتروني اللي بنفسه امر ان سائق القطر القطار يوقفه قال كامل الوزير في تصريح اثناء هذا المؤتمر اسعى او مصر مستعدة لمساعدة الدول الافريقية لتنفيذ النقل الزاكي ده زاكي نفسه نقل بر مصر من ساعة تولي كامل الوزير حقيبة الوزارة طبعا لو هننقل تجربة كامل الوزير لدول افريقيا يبقى ربنا يصر عن ناس كلها وهتتحول المنظومة منظومة النقل في افريقيا كلها للشكل اللي انتو شايفينه ده ده مثال لانجازات كامل الوزير ومثال للتجربة اللي عايز ينقلها كامل الوزير لدول افريقيا طبعا تفاعل واسع على مواقع التواصل اجتماعي مع كلام كامل الوزير عن نياته نقل التجربة الاعلامي ايمن عزامي يقول منظومة النقل الزكي الى الاخرة الراجل لم يكذب اما ظهرت لوتس فبتقول كامل الوزير يقول ان مصر ان مصر مستعدة لتقديم المساعدة لدول الافريقيا في تطبيق منظومة النقل الزكي لتحقيق الامانة والسلامة على الطريق بتقوله كان نقط نفع نفسه اما ادريانو بيقول مصر مستعدة لموت الدول الافريقيا في تنفيذ النقل الزكي والموت في صمت عسكري مشاه غشيم يقول اندريانو زا سيناتور بيقول نقل زكي ايه كامل اخش اجبلك سطر الحوادث من جوه اخيرا ادم ريان بيقول كامل الوزير مصر مستعدة لمساعدة الدول الافريقية في تنفيذ النقل الزكي اكيد هنبعت لهم الاطفال اللي بيفكوا مسامير الاطبام ومشهد بطبيعة الحال من احد الافلام المصرية شماعت كامل الوزير للفساد والفشل والحوادث اللي قالها قدام البرلمان عندنا اطفال بيفكوا مسامير الاطبام وعندنا كمان اخوان داخل السكة الحديد وعندنا سواء قطر ما بيتفرجش على الاختيار وعملوله كمان قانون عشان يطلع كامل الوزير بريء هيفصلوا بالقانون ده اي حد يشكوا انه اخوان او متعاطف مع الاخوان او حتى اي حد مش عجبهم شكله او مش عجبهم فكره وعلى ذكر بقى النقل الزكي والانجاز بتاع كامل الوزير والنجاحات اللي حققها كامل الوزير بداية من الكمساري اللي رمى الشاب من القطر مرورا بالكمساري اللي هزق العسكري او المجند في القطر وصولا للكمساري بتاع اول مبارح اللي هزق المسن راجل مسن سنه اكتر من خمسين سنة والكمساري واقف يهزقه لان عنده امر من اللي فوقه واللي فوقه عنده امر من سيادة الوزير تفرج بقى على نجاح وانجاز كامل الوزير متابعة اشتركوا في القناة